خلونا نطلع الخبرنا الثالث اللي هو عن مشروع لشركة أسبانية لتوليد الكهرباء باستخدام البرتقال وذلك بعد أن استغلوا شهرة مدينة إشبيليا بالبرتقال المر المذاق الغير صالح للأكل وحاجة البلدية في التخلص من هذا البرتقال المتساقط من الأشجار وهنا جد فكرة الشركة بإطلاق مشروع غير مسبوق في البلاد لتوليد الطاقة واللي يتساءلون شلون يولدون طاقة كهرباء من البرتقال فالمتحدث باسم الشركة شرح الموضوع بالتفصيل وصرح بأنه يتم عصر البرتقال لينتج عن عصير 50% و50% مخلفات اللي هي القشر واللب ومن السكر الموجود في العصير ينتجون غاز يحتوي على نسبة عالية من الميثان يستخدم لإنتاج الطاقة تكفي نحو 100 مبنى سكني يوميا الله أحنا كأننا نقول لازم نبدأ نحافظ لازم نستغل الوارد نستغل الاشياء تاني بشكل مفيد يعني بصراحة هذا يعني مبادرة عظيمة وفكرة مرة رائعة للأمانة تذكراني فيلم باك تو ذا فيوتشر برضو كان فيلم في التمانينات فهو المخترع سوى اختراع أنه ممكن السيارة يمشي عن طريق المخلفات من الفواكه والخضار والأكل وغيره فبفعل إحنا عندنا ويست مرة كثيرة عندنا مخلفات كثيرة من الأكل فممكن أننا نستخدمها بهذا الشكل يعني ليش لا ليش ما نفكر ونبتكر